تتسارع خطوات التطبيع مع النظام السوري خارجياً وتتسارع معها داخلياً عمليات أخرى يقوم بها النظام بالاستيلاء على بيوت اللاجئين والنازحين السوريين أحد المعضلات الأساسية في الحل السوري المفترض تحقيق استقصائي جديد مشترك قامت به صحفة الڭارديان مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سيراج ومنظمة اليوم التالي وثق أكبر عملية سرقة عقارية لبيوت اللاجئين يقوم بها النظام السوري ويكشف التحقيق أن هذه العمليات يقوم بها مزورونهم أساساً عسكريون وموظفون أمنيون وشخصيات نافذة يرتبط جزء كبير منهم بالفرقة الرابعة والتي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري وتقول وحدة سيراج إن وطرة تزوير الملكيات تصاعدت في العامين الماضيين إذ استقبل القصر العدلي بدمشق وريفها أكثر من 125 ضحيات تزوير رفعوا دعاوا بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم وهم في الخارج خلال النصف الأول من عام 2022 وتضيف الوحدة الاستقصائية أن أغلبية عمليات تزوير الملكيات لا تصل إلى القضاء إما لجهل أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محامل للدفاع عنهم بسبب عوائق مادية أو أمنية عمليات تشير صحيفة الجارديان إلى أن وزارة العدل في حكومة النظام السوري اضطرت بالاعتراف بها مؤكدة أنها تحولت إلى ظاهرة فصلة معها أكثر من 3000 محام زوروا وكالات لبيع العقارات ووكالات شرعية وخصوصا لأشخاص يقيمون خارج البلاد تزوير يسهله الفساد وتسانده التشريعات خلطة يكشف التحقيق الاستقصائي إلى أن النظام السوري استعان بها في سرقة الملكيات رغم تجريم القانون لها وهو ما يعني بشكل أو بآخر تغييراً ديمغرافياً في صلب المجتمع السوري لصالح مكونات أخرى وجنسيات أجنبية عراقية وإيرانية وأفغانية ستستوطن في بيوت كانت تعبق يوماً بأنفاس أهلها والذين هجروا قصرياً منها لا لشيء بل لأنهم يريدون تغيير نظام يحاول المجتمع الدولي حالياً إعادة تدويره رغم جرائمه موسيقى موسيقى